السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر اكس بوكسون مع اختراب نزول لعبة اكسو برايمال لعبة كاب كومي اللي جديدة لانا شخصيا كتير متشوق لالها عبيت في هذا الفيديو اعمال ملخص خريف بيحكي عن كل المعلومات والتفاصيل الاساسية المتعلقة عن هاي اللعبة في حال اذا انت كنت نوعا ما ما عندك اي معلومة عن هاي اللعبة اتوقع ان شاء الله في نهاية هذا الفيديو رح اصبح عندك الفضول انك انت تجربها وقت ما تنزل بس قبل ما ابلش الفيديو لو سمحتوا بدأ ذكركم في زر اللايك والاشتراك في القناة فخلينا نبلش في اول معلومة وهي متعلقة في القصة اللي رح نشوف طبعا احداث قصة اكسو برايمال وضعنا في فترة عشرين اربين في المستقبل البعيد نوعا ما نشوف ان الكرة الارضية تبعتنا عم تتعرض لبوابات زمنية هاي البوابات رح تسمح للعديد من الديناصورات بموجات كتير كبيرة وبعداد كتير هائلة انها تصير تهجم على البشر طبعا الخط الدفاع الاساسي رح يكون في مواجهة هاي الموجات رح يكون هي شركة ايبياز اللي طبعا بقدرة ذكاء الاصطناعي تبعها لفاياثن يكون قادر على انه يستكشف المواقع اللي او يتنبأ بالمواقع اللي ممكن انه هاي الموجات انها تضربها طبعا وسيلة الدفاع الاساسية رح تكون هي بدلات الرجال الالين هاي اللي رح يلبسوها الطيارين ورح يستعملوها في مواجهة هاي الديناصورات طبعا رح نشوف قصة نكتشف فيها الاحداث اللي خلت هاي الموجات انها تضرب الارض ونشوف الاسرار اللي هاي شركة ايبياز كيف تحويها وبتكنها المعلومة التانية المتعلقة في لعبة اكسو برايمال هي الجيم بلاي او نمط اللعب اللي موجود فيها طبعا على الرغم من انه حاجات انه فيها عنصر قصة بس فعليا لعبة اكسو برايمال تركيزها على الملتيبلاير او اللعب المشترك اللعب التعاون الانلاين فمشان هيك انت هاي اللعبة ما رح فعاليا تكون قادر على انك انت تلعبها لوحدك لانه يجب تضطر انك انت تلعب في مود الملتيبلاير تبع هاي اللعبة تركيز اللعب رح يكون عبارة عن بي في بي اول اشي انت كلاعب ضد لاعب بالاضافة الى بي في اي يعني رح برضو يكون فيه عنصر انك انت ضد الانفيرمنت اللي هم طبعا عبارة عن هدولة الديناصورات اللي رح يكونوا موجودين في مباريات اللعب المختلفة طبعا انه نحكي انماط اللعب رح تصينه عبارة عن انه بالنهاية في عندك فريقين من هدولة الرجال الاليين اللي كل واحد رح يكون عنده مجموعة من الاهداف اللي بده يسويها طبعا هذا في نمط الداينو سورفيفور اللي هو يعتبر المود الاساسي اللي موجود في هاي اللعبة رح تنرموا فيها المباراة كل واحد من هدول الافريقا رح يكون له نحكي اهداف الخاصة اللي بده يسويها وبعدين في نهاية المباراة يعني هدول التينين بنرموا ضد بعض فبصير انك انت قتال بي في بي ولسه في مودات ثانية يعني رح تكون اتكيد يتم الكشف عنها وقت نزول هاي اللعبة بس الان لحد هلا كل المعلومات عبارة عن الداينو سورفيفور اللي هو رح يضعك في هاي الماتشز ما بين فريقين اللي طبعا هدول الماتشز رح يعطوك الاساسي اللي طبعا انت رح تقدر انك انت تطور المركبة الالية تبعتك اللي انت بتستعملها المعلومة الثالثة متعلقة طبعا في هدول الاكسو تسوتس او بدلات الرجال الاليين اللي انت رح تكون هي وسيتك الاساسية زي ما حكينا طبعا مع نزول اللعبة مباشرة رح يكون في عندك عشرة من هدول الاكسو سوتس او البدلات اللي انت رح تكون قادر انك انت تستعملهم وتبدل ما بيناتهم رح يكون جزء منهم بشكله باخر بمثل الكلاسس تبعون الاسولد وواحد منهم رح يمثل بسلوب التانك او وسيلة السلوب مثل الدبابة بالاضافة انه جزء منهم رح يكون عبارة عن هدول الناس اللي بيعملوا مثل البوف وتقوية وعملية معالجة الافراد الثانية من الفرقة بالاضافة الى الدعم تبع هدولة يعني نحكي كلاس السوبورت بشكل او باخر فانت رح تشوف يعني كل الكلاسس اللي احنا متعودين عليها في العاب الملتبليير التقليدية من السولد من ميدك من سوبورت او مثلا من هدولة التانك او الهيفي يعني بشكل او باخر فرح تشوف هدولة مشكلين ما بين هدولة العشرة اللي طبعا رح يكون هم توفرهم مباشرة مع نزول اللعبة وطبعا كابكم وعديتنا انه لسه رح يكون في كمان مزيد من البدلات اللي رح يكون نزولها بشكل او باخر في اوقات لاحقة مع تقدم اللعبة في عمرها بالاضافة انك انت رح تكون قادر على تغيير الاسلحة اللي هاي المركبات او الاكسو سوتس بتستعملها اللي هم طبعا بتسميتها جوا اللعبة الرق رح تكون قادر انك انت تضيف خدرات وخصائص جديدة ومهارات جديدة واي اشي انت ممكن طبعا تكون شايف ومناسب عساس انك انت بالنهاية تنبسط على هاي المركبة او الاكسو سوت اللي انت عم تستعملها في هاي اللعبة المعلوم الرابع وأكيد طبعا إذا أنت قادر أنك تتغير الأكسسود تبعتك بأسلحتها فأكيد طبعا أنت راح يكون قادر أنك تتعمل كستمايزيشن لكاملها بشكل ما يتناسب مع ذوقك والإشي اللي أنت شايف وحلو وهذا الحكي نفسي الإشي راح يكون موجود برضو في شخصية الطيار يعني بداية في اللعبة راح تسمح لك أنك تتعمل كستمايزيشن لشخصية هذا الطيار اللي راح يكون بطلك في تقدمك الطبيعة في هاي القصة بالإضافة للإكسسود تبعتك اللي راح تكون قادر أنك تتغير ألوانها وتغير الاسكن تبعها بما يتناسب زي ما حكيت أكيد مع ذوقك عشان أنك تكون مبسوط فعليا في هذا الإكسسود اللي راح يكون بمثلك في كل هاي المبارايات اللي أنت راح تكون تعملها المعلوم الخامسة ومتعلقة في هدول الديناصورات اللي هم راح يكون أعداءنا الأساسيين في هاي اللعبة طبعا كابكم وعديتنا راح يكون فيه كليكشن كتير منيح وكتير قوي من الديناصورات اللي احنا راح نواجههم في هاي اللعبة طبعا راح يكون فيه تواجد أكيد لشخصية التيريكس ومديناصور التيريكس بالإضافة لمخلوقات الرابتوز وديناصورات تانية صراحة أنا عاجز أن أنا أحكي عن أسماؤهم بس أنه راح يكون فيه مجموعة كتير قوية من الديناصورات اللي راح يكون طبعا تواجهنا في تقدمنا والمبارايات المختلفة اللي احنا راح نعملها وبالإضافة لمخلوقات الديناصورات الطبيعية والتقليدية راح يكون برضو فيه ديناصورات معدلة جينيا اسمهم نيوسيرز هدول الديناصورات راح يضيفوا تحدي جديد وصعوب جديدة طبعا خلال هدول الماتشز المختلفة اللي انت راح تعملهم فرح تشوف ديناصورات قادرة على انها تختفي رح تشوف ديناصورات قادرة على انها تطلق مثل شعاعي الليزر ومخلوقات ثانية مشكلة رح تكون بالنهاية اكيد اضيف تحدي والصعوبة اعلى عساس ان المباريات ما توصل لدرجة من الملل اذا ممكن انه نعتبرها علوم السادسة متعلقة في هاي اللعبة ممكن تكون معلوم مزعجة لبعض اللاعبين وحتى ممكن انه تنفرهم عن هاي اللعبة طبعا بسبب انه تركيز لعبة اكسو برايمل على نمط الملتبلاير تكون فيها تعاملات مالية فمشان هيك رح تكون قادر انك انت تستعمل مصرياتك العنجدية وتشري مقابلهم كاسماتيكس رح تكون قادر انك انت تشري سكنز ومركبات الاكسو سوتس هاي اللي طبعا كل فترة وفترة رح تكون فيه الهضافات جديدة وسكنز لأسلحتك وشغلات تانية ممكن تكون برضو الى تواجد في هاي اللعبة بالاضافة انه كابكم حتى حقا رح تكون فيه تواجد لهدول اللوت بوكسز بس اكدت على فكرة انه رح يكون فقط الشغلات اللي انت رح تقدر تحصل من خلال هدول اللوت بوكسز عليهم رح يكون هم فقط شغلات كوزماتيكس شغلات سكنز يعني ما رح يكون فيه شغلات اللي تعطي افضلية للاعبين على حساب اللاعبين اللي ما بصرفوا مصرياتهم الا عن جدية في هاي اللعبة فرح يكون للأسف يكون فيه تركيز قوي صراحة في هاي اللعبة على مبدأ المونيتايزيشن والتعاملات المالية بشكل و باخر يعني فبدك تكون داير بالك ومنتبه لهذا الحكي بس انه كابكم اكدت على انه بالنهاية كل هاي الشغلات المالية هي فقط رح تكون تجميلية كازماتيكس يعني ما رح يكون فيه لها اي تأثير لانه ممكن اخل توازن طوال مباريات اللي رح تصير طبعا في هاي اللعبة معلوم السابع وهكيد طبعا الاهم بالنسبة لانه احنا كلعبين انه متى هاي اللعبة رح تنزل شو تكلفتها وشو الاجهزة اللي رح تنزل عليها طبعا اكسو برايمر رح تكلفك ستين دولار اذا انت حابب انك انت تشتريها رح يكون تواجدها على كل الاجهزة زو اكان القديم والحديث رح نشوف نزول لها على بلاي ستيشن فور وبلاي ستيشن فايف والاكس بوكس وان والاكس بوكس سيرس اكس واس بالاضافة اكيد الى نسخة الكمبيوتر رح تنزل اليوم اربعة عشر سبعة ان شاء الله بالاضافة انه الاشي الحلو لان احنا كلاعبين اكس بوكس انه هاي رح يكون نزولها مباشرة على خدمة الجيم باز فاذا انت من لعبين الاكس بوكس هاي اللعبة رح تكون شبه متاحة مجانا لأيلك اذا انت حابب انك انت تجربها اذا انت من لعبين الاجهزة التانية اجهزة سوني او الكمبيوتر للأسف رح تضطر انك انت تدفع ستين دولار اذا حابب انك انت تلعب هاي اللعبة اللي ان شاء الله انها تكون يعني فعليا تعطينا تجربة جميلة وممتعة ونشوف حتى فعليا انه هذا الاي بي وهي الفكرة الجديدة انها تستمر في اجزاء مستقبلية بشكل او باخر فكان هذا هو الفيديو وهي هي المعلومات اللي بتمنى ان شاء الله في نهاية هذا الفيديو ما تنسون اذا سمحتوا في زر اللايك والاشتراك في القناة طبعا في شر تكون عجبك المحتوى نشوفكم ان شاء الله في فيديو محتوى اخر بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم